النهاردة فيه تطور جديد مهم جداً كان فيه لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب وعملت مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم أو رسم تنمية الموارد المالية للدول بينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو أعارض أو تجديد أو غيرها من عقود اللعبين الرضيين مصريين أو أجانب وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمدرير الفنيين مصريين أو أجانب خلي بالك بقى لأنه ده موضوع مهم جداً أولاً البعض بيتصور أن العقود اللي عندنا هي عقود لعيب كرة قدم بس لا أنا حقولك شيئاً مفاجآت وما تتخضش يعني مثلاً الووتر بول أو كرة الماء فيه لعيبة أجانب موجودين في عدد من الأندية في مصر أولله ده بجد كرة السلة النسائية عندنا لعبات أجانب كرة السلة الرجالي عندنا لعبين أجانب الهندبول عندنا لعبين أجانب الفولي عندنا لعبين أجانب فعندنا لعبين أجانب في كل اللعبات دلوقتي الجماعية فده هنا أمر مهم جدا مدربين أجانب تعالي لالي يا حبيبي تعالي لالي واحد الأهلي فيلر اتنين الزمالك كارترون تلاتة الإسماعيلي جوميز أربعة الجونة فكروني باسمه بدرو نكمل من تاني من الخمسة ودي دجلة المدرب اليوناني اللي موجود هناك كل المدربين أجانب تلاتة في المية من قيمة العقود المدربين واللعبين احنا قلنا الجونة بدرو قلنا تلاتة في المية من قيمة العقود تبلغ مليون جنيه أو أقل هنا المديرين أو اللعبين مصرين أو أجانب يعني حضرتك مليون جنيه أو أقل هتدفع تلاتة في المية طيب 4.5% مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه يعني حضراج بتاخد من مليون ل 2 في السنة هتدفع 4.5% قريدي فيه درائب موجودة بس ده تعديل جديد 6% اللي بتزيد عن 2 مليون جنيه حتى 3 مليون جنيه يعني حتى 3 مليون جنيه يدفع 6% 7.5% من 3 مليون لحد 5 مليون 9% من 5 مليون جنيه استحدثت اللجنة بند جديد 10% العقود الاكتر من 10 مليون جنيه طيب هتقول لي ما طب ازاي ها يا باشا هنا بقى مع الزام اتحاد اللعبة الرياضية المختصة بتحصيل الرسم وتوريده الى مصلحة الضرائب قبل توصيق اي عقد من هذه العقود وشملت التعدلات فرض رسوم جديدة على ترخيش شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا كذا بواقع 0.5% من رأس مالها سواء عند منح الترخيص ابتداء او عند تجديد عقده مع الزام الجهة المختصة منح الترخيص او تجديده بتحصيل الرسم وتوريده الى مصلحة الضرائب المصرية ايه يعني بقى انه الزام اتحاد اللعبة بتحصيل الرسم وتوريده الى مصلحة الضرائب المصرية بص يا باشا انا نادي سين فانا اتعاقت مع اربع لعبين اجانب او مصريين بقى ما تفرقش خلاص اي لعب طيب بيجي العقد مكتوب فيه العقد ده المدة 3 سنوات سنتين سنة عارة خمس سنين ايا كان السنة الاولى بكزا السنة التانية بكزا السنة التالتة بكزا السنة الرابعة بكزا السنة الخمسة بكزا حال واقوي تعال يا باشا هجيب انا الدفتر ده قدامي تعال يا باشا بكم مليون فيه 3% هتدفع لي كزا هيجي بقى ايه النادي العفركوش سجل لي وبعدين بقى ادفع لا ما ادفعش حبيب ده ناتحاد الكرة اللي هدفع يا عم طب انا هبعباتلك شكات لا ما ادفعش طب هعمل لك كمبيالة طب هعمل لك وصل امانة طب هحلف لك بالطلاق لا والله ما ينفعش ما الايه اللي ينفع انك تدفع فورا وعدا ونقدا طب ما دفعتش مش هتسجل يا نهرب يدقى طب في كل دول العالم عشان حضراتك تبقوا عارفين صرف النظر حضراتك موافق على القيمة مش موافق على قيمة ده مش دوري لكن في كل دول العالم بيبقى معروف مثلا سي مثلا رونالد مضى للريال مثلا بعشرة مليون فيقولك ده رايبر بعم في المية بتدفع في ساعتها 30% 20% وتبر ايا كان الرقم هل فيه من تحت الترابيزة لا فيه من تحت الترابيزة في احد الاندية الاوروبية بيروح في احد الاندية الخالجية بياخد فلوسه في فرنسا بتحديد يعني بتتحوله بشكل تاني بطريقة تانية بنحية تانية ضرده بوضوح يعني ما بقاش مذكور في العقد وفيه ناس بتقول العقد سري لكن العقد عمره ما يكون سري في اتحاد الدولة يعني في اتحاد البلد عمره ما يكون سري لازم لازم يكون العقد موجود فبالتالي الاندية ستزداد عليها الاعباء واضح وبالتالي ستنخفض اسعار تجديد للعبين وبالتالي الاندية مثلا انت بتسمع ايه انه نادي فلان جدد للعب علان وان النادي سيتحمل الضرايب مش هيقدر يعمل كده بعد كده هتقول لي بس دي غير الضرايب اه طبعا انا موافقك بس النادي بعد كده لانه هو بيدفع 22% ضرايب فالنادي بيشيل هذا الرقم فالرقم اللي انت بتقرى مثلا ازا مالك هو بيجدد مع افلان او الاهل يبيجدد مع افلان ده يقول لك على تحمل النادي قيمة الضرايب فالرقم اللي انت بتقرى ده غير صحيح لانه بقى زيادة 22% النادي بيتحملهم وبيدفعهم فورا فمن هنا الزيادات اللي موجودة فالنادي حيفكر 100 مرة لانه كمان طبقا للدخل اللي بييجي للنادي ما الاندي عندنا اراضاتها من ايه من الاشتراكات من البطولات لما بيكسبوها ما عندناش اراضات كتيرة موجودة ام شريع استثمارية هكذا يعني فالاندي هتفكر بدل المرة مليون مرة والارقام هتنخفض ده مؤكد لان انت هدراك 22% هيزيد عليها خلينا في الوسط مثلا اللي هو الحد ايه من 3-5 مليون ده 9% طب خلينا من ال2-3 مليون ده 7.5% يعني انا مش هقول لك ابو 10% لانه 10% ده الاكتر من 10 مليون ودول اعدادهم قليل في مصر لكن خلينا ناخد ابو 7.5% اللي هو من 2-3 مليون ده متوسط العقود بتاع اللاعبة في مصر هنا اللي في الدور الممتاز فانت بتكلم في رقم وقدره انت بتكلم على سنتين على ثلاثة على خمسة وهكذا يعني فده موضوع مهم جدا جدا على الاندية ان تدرسه بشكل جيد حتى تنجح فيه طيب في الوقت اللي انا بتكلم فيه بقى على الملايين وعلى فكرة ربنا يبرك لهم وفي كل الدنيا كده ليس حقدا ولا حسدا وبرضه نعايز اقول كلمة دائما نقوم جاي اعمل لك مقارنات ويقول لك واخدنا مكافة الدوري 50 جنيه وبعدين احنا جلنا يقول لك واخدنا مكافة الدوري 20 الف جنيه كانوا بركة وكانوا حلوين وكانوا كويسين ساعتها عشان اكون امين برضه والدنيا كلها كان ابويا بعد احكينا زمان وكنا بينجيب البيضة بمليه وكنا قد نضحك فانا بجعد مسلا احكي مع ولادي اقول لهم انا 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 كنت بنزل اشتري كيلو اللحمة باتنين جنيه ونص مسلا فعود يبصوا البعض كده ويضحكوا علي فقول لهم والله كان بيحصل سبعتاشر سنة ستتاشر سنة كده كنت بنزل اشتري كيلو باتنين جنيه ونص تلاتة جنيه اربعة جنيه نفاك الرئيس السادات اللي ارحمه منع بيها اللحمة مسلا مش عارفها لبعين يوم عشان كان نوصر كيلو وعشرة جنيه ولا اقل شوية والدنيا قامت وما عدتش وكانت شغلانة وحدوتة وقطعوا الجزدارين وشغلانة وده وش يعني فكل وقت وليه اديان شقة زمان بكام والعربية زمان بكام والعباء المعيشة زمان بكام وحضراتك تتاكم في شقة كانت بكام الدنيا كل يوم كل سنة بتتغير من زمان لحد النهاردة وبكرة وبعده وبعد عشرين سنة اذا ربنا كتب للبعض العمر هيتحك على الاسعار بتعدي الوقت فكل فولة ولها كيال وكل وقت وليه ادال وعلى فكرة فيه لعب بياخد عشرة وفيه لعب ما بياخدش